حول اختيار جنس الجنين تحديد نوع الجنين عن طريق أخذ الحيوانات المنوية وتنزع منها حيوانات الإناث وتترك حيوات الذكورة لكي يكون المولود المرتقب ذكر الجواب عن هذا أنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكورة دون الإناث أو بالعكس فيجوز حيناء التدخل بالضوابط الشرعية المقررة يستثنى من ذلك جواز اختيار أي من الجنسين إن تم التخصيب خارج الرحم بسبب حالة مرضية استدعى ذلك وتعدت البيضات الملقحة ولزم اختيار بعضها ليغرس بالرحم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرار حول تحديد جنس الجنين يقول الأصطف المسلم التسليم بقضاء الله وقدره والرضى بما يرزقه الله من ولد ذكرا كان أو أنثى ويحمد الله تعالى على ذلك فالخير فيما يختاره الله عز وجل وقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى فقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه لا بأس أن يرغب المرء وأن يتشوف وأن يتطلع في أن يكون الولد في أن يرغب في الولد حيث المبدأ ذكرا كان أو أنثى والله جل جلاله ذكرا أحد أنبيائه نبي الله زكريا أنه سأل ربه أن يرزقه ولدا ذكرا ذكرا رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مراءتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضي في ضوء هذا قرر المجمع الثقهي ورابطة العالم الإسلامي مالي أولا يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية وليس بالتدخل الجراحي كالنظام الغذائي وكالغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذورة فيها لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الأطباء العدود يقدمون تقريرا طبيا بالإجماع يؤكدون أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم يرعب هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك السؤال التالي السؤال له حساسية والخاصة فأرجو أن تعيروني أسماعكم جيدا بارك الله وبرك